اشتركوا في القناة قد التقى سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة خلال الزيارة بمالك مركز رضا الرياضي سعادة سيد رضا إبراهيم منفردي وعدد من أعضاء النادي واللاعبين حيث أشاد سموه بالجهود التي يبذلها مركز رضا الرياضي في خدمة القطاع الرياضي من خلال البرامج والفعاليات التي تساهم في تحفيز الأفراد على ممارسة الرياضة وتدعم الجهود في رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية الرياضة واطلع سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة على البرامج التي يقدمها مركز رضا الرياضي وخططه المستقبلية التي من شأنها زيادة الجهود في المساهمة بتطوير الرياضة ومستوى الرياضيين منوها سموه بالدور الذي تلعبه الأندية والصلاة والمراكز الرياضية في تعزيز الرياضة وأنماط الحياة الصحية ومفاهيم الثقافة الرياضية الصحيحة مما يساعد على تحسين صحة الأفراد وتنمية المجتمعات والتقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة مؤكدا سموه على أهمية الدفع بإسهامات هذه الأندية والصلاة والمراكز وتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الرياضية للعمل في مسار واحد لمواصلة الوتيرة للارتقاء بالعمل والمنظومة الرياضية ودفع منتسبيها نحو إحراز المزيد من الإنجازات في مختلف المشاركات المقبلة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لمركز رضا الرياضي من جهته قدم مالك مركز رضا الرياضي سعادة سيد رضا إبراهيم منفردي الشكر والتقدير إلى سمو شيخ خالد بن حمد آل خليفة على هذه الزيارة التي قام بها سموه والتي تؤكد حرص واهتمام سموه على دعم الأندية والصلاة والمراكز الرياضية وتحفيزها لمواصلة العمل نحو البناء والتطوير في قطاع الرياضة مؤكدا أن جهود سموه واضحة في تعزيز التواصل والتأكيد على دور الأندية والصلاة والمراكز الرياضية كشريك رئيس في العملية التنموية في هذا القطاع الحيوي معاهدا سموه نحو المضي قدما لاستمرار الجهود لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة ما بغريب على سمو الشيخ خالد للزيارات الزيارة طبعا تعني لنا الكثير من ناحية الدعم اللاعبين وتشجيل اللاعبين الدعم المعنوي والمادي زيارة دائما محافز لنا طبعا هنا في مركز الرضا عندنا الجوجدسو نحن بدأنا ننادي على أساس لعبة الجوجدسو البرازيلية الجوجدسو هو الأساس وبس عندنا التاي بوكسن والبوكسن والرسلين والمما والسترينغتن كنديشنين كلاسي في مشاركات كثيرة إياها إن شاء الله هالسنة 2022 في بطولة العالم في نهاية السنة وبطولات كثيرة من جراند سلام وبطولات آسيا وبطولات أيجين اندور جيمز وإيجين جيمز وورلد جيمز ففي بطولات كثيرة نحن نقدر نشارك فيها ونجهز المنتخب طبعا بالنسبة حق مركز الرضا إحنا دائما نحاول أن نغذي منتخباتنا باللعبين اللي عندهم مستويات عالية إنه يقدرون ينجزون الميداليات الملونة للمملكة